اجتمع مبعثون نادي أحدى السعودي بمدينة إسطنبول ومسية الخميس مع الدولية الجزائرية السابق كارل مجاني وتوصل الطرفان لاتفاق مبدئي يقضي بانتقال اللاعب إلى صفوف النادي السعودي بداية المركات الشتوية الحالي وكشفت الصحافة التركية بأن مجاني قرر مغادرة ناديه التركي وخوض تجربة جديدة مع متذيل ترتيب البطولة السعودية في انتظار ترسيم التعاقد بصفة نهائية